يعني الست دي بينه وبينها خناقات جميلة بيونسي ياه بوي ده حصل بينه وبينها قصة القصة دي يا أستاذ عمر حصلت في 2010 كلمني وزير السياحة قال لي عايزة بتعمل حاجة في شرب الشيخ بانو ولا في الغرد ده عايزة قابلك فقلت الحاضر فروح قلت الهرم عاد تستنى الساعة أربعة ما جاتش خمسة ما جاتش فقلت امشي فكلمت الوزير قال لي أرجوك حشان قطري استنى بيونسي فاستني قدام أبو الهول دخلت لابسة كليوباترة لابسة كليوباترة بيونسي جات لك لابسة كليوباترة آه لابسة أبيض وبتقول لي أنا كليوباترة فقلت لها هي الصورة هي ده الصورة دي بقس بعد الصورة دي حصلت الخناقة آه إزاي وأنا بديها الكتاب بتاعي وبمضيه أيها وبقول لها هي بتقول لي أنا مش شكل كليوباترة قلت لها كليوباترة ما كانت شكلك إطلاقها انت نكت عليها نكت عليها قلت لك اليوبطرة كانت يونانية فاكرة انها عشان بينسيوا كده قلت لها طبعا ده انت سيتك ليه شخصيا بل حصل ده قصة فبعد الصورة دي ما اتخلت فجاء المصور بتاعها خد لنا تصور انا اللي كان بتصورني بنت صغيرة امريكانية فجاء تصورني الحارس بتاعها ضخم امهاجم على المصورة بتاعتي وخد الكاميرا وضربها في الارض قلت له اوقفنا انا هنا الرئيس انت ولا حاجة وهي ولا حاجة انتو اتنين برا وانتو الحراس جارس تاكذم اوت طلع برا من الهرب من حرم ابو الهول انت طردت من حرم ابو الهول طلعت برا فالصحفيين بقى متبرى منستنيين قالولي رأيك فيها ايه ارتلهم غبية ارتلهم ست غبية انا الكلام ده حصل من عشر سنين اكتر انا لسه ما في مرة اروح بلد وقابل بلازم اقابل الصحفيين كنت لسه في سربيا في ايطاليا في كل مكان بروحه السؤال ايه اللي حصل بينك وبين وديك ضيعت منها الدور كمان دلوقتي ضيعت من الدور لما كلموك وقولولك عايزين نجيبها صمراء قلت له ما تجيش صمراء لان ما ينفعش كليوبترا لم تكن صمراء اطلاقا كليوبترا كانت وده في واحدة ست شافت العملة انت ما تجي ترسم وش واحدة على العملة ممكن تعمل مناخيره كبيرة لكن مش هو مناخيره كبيرة جات ست انجليزية بعملوا معرض عن كليوبترا قالت كليوبترا كانت قبيحة الشكل اسكلموني قلت له يا ستي الست اللي قالت كده انا بشوف شكلها هي اللي قبيحة كليوبترا اللي غزت قلب اقوى اثنين في الدنيا وعندهم اجمل ستات الدنيا تبقى قبيحة مش ممكن استعالة عدوا الجايين من ايطاليا يعني ما شايفين كانت روما وقتها ملك يعني ستات الدنيا ازاي ده يسيبوا روما وتيجي بيت مصرية تكعبينهم وتجوزوها وخلفوا منها واحنا ما عندناش لها تماثيل كتيرة يمكن تمثال واحد اللي بينسب لها وصورتها اللي موجودة على معبة دندرة يعني ما تقدرش انت تحدد مواصفاتها لكن من خلال ثقافتها دي كانت ممنوع ان البنات يتعلموا في المدارس كانت تتبس راجل وتروح تتعلم كانت بتتكلم سبع لغات يعني كانت ست زكية وقوية وكانت اعتقد في اعتقادها كانت قيسر تخزو العالم ده كله عن طريق اقوى اثنين في العالم قيسر وماركة انترو اشتركوا في القناة